أول شيء هل أنا أنا اللي عازمة ولا أنا معزومة؟ يعني أنا ضيفة ولا أنا ربة البيت مثلا أنا اللي بستقبل الضيوف إذا أنا ربة البيت بستقبل الضيوف عندي في البيت لازم أكون مهتمة بنقطة مهمة أن الستايل يكون لائق مرتب بس في نفس الوقت عملي لأن صاحبة البيت شو بتقدم لضيوفها؟ الأكل بتتحرك في البيت تشرف على المطبخ مثلا تشرف على العزايم فمهم جدا أن يكون فيه شوي خلنا نقول تفاصيل عملية مثل شو مثلا أن الأكمام مالة الدرس أو الجلابية ما تكون وائد وسيع بحيث أن هيهم تقدم الأكل أو تغرف الأكل للمعزيم دايما نيف الكوم فهي مثلا تفصيلة جدا مهمة لوحدة تكون متبعتها عندنا مثلا خلنا نشوف هاي الصور الستايلات مات رمضان عندنا كذا ستايل هذا مثلا سيمبل جدا ممكن نلبسها في رمضان وغير رمضان التفاصيل اللي فيه هي اللي عطتها لو بس نبطئ شوي الصور عشان نعلق عليها عطتها شوي لك خلنا نقول مناسب أكثر رمضان الدرسات المغربية جدا أو الكفطان المغربي جدا مناسب لرمضان وائد بنات يحبون يعتمدونها ولكن مهمة جدا لون مالة ولون التطريز في بعض الكفطانات يكون التطريز فيه ذهبي أو سلفر فهل البنت أندرتون هي ناصب السلفر ولا يناصب الذهبي لازم ناخذ هاي النقطة في الاعتبار الجلابيات أيضا التطريز اللي يكون فيها أو المخاوير مالتنا التراثية الإماراتية المخاوير يكون فيها عادة فصوص صحيح فهي لون الفصوص يناسب أندرتونت ولا لا أيضا البنات اللي هي خلنا نقول مو متعودة تلبس جلابيات حاطة أنا هاي الصورة مثلا كاوبشن ممكن أعتمد على ستالي الكيمونو ستالي الكيمونو خلنا نقول نفس عباتنا بس ممكن يكون بخامة مثلا ستان ممكن يكون خامة شوي خفيفة مثلا يكون فيها طبعات ورد يكون فيها طبعات معينة بحيث تقدرين تكونين محتشمة تلبسين فوق الجينز تلبسين فوق درس عادي سادة عندك يضيف خلنا نقول لكم محتشم وفي نفس الوقت يناسب أعزام رمضان